بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحاببتي وامي اللي بيتتبعني وحشتوني وحشتوني وكمان مرة وحشتوني النهاردة عندنا روتين حلو جدا في كذا فكرة كده وهنعمل حلو وهنعمل حادق وهنزبط كل حاجة ان شاء الله يلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه هنسمي الليه ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو انت بتتفرج عليها الاول مرة متنسيش تحط اشتراك وتفعالي الجرس على كلمة الكل عشان يوستلك كل الفيديوهات ان شاء الله وطبعا زي ما متعودين على طول اللي انت تثبتي وجودك تحت في الكومنتات بكمنت حلو زي العسل زي كده ينورني ويفرحني كده وجبر الخواطر على طول ما انت بتكبر بخاطر اللي قدامك ربنا اكيد هيكبر بخاطرك اللهم امين يا رب العالمين يلا ندخل على طول في الاكل بتاعي النهاردة ونشوف هنعمل ايه هنعمل عكس انا قلتلكم من يومين كده اللي انا كنت هعمل عكس ويكنسلت الموضوع وعملت اكلة تانية خالص النهاردة بقى قررنا ليحنا نعمل عكس بما اني اختي الشتاء الدنيا ساعة قوي والجو تلجي كده وانا محتارة طول الوقت ومش عارفة اعمل اكل ايه فقررت اللي انا اعمل عدس رحت لميت بقى شوية الجزر اللي عندي في التلاجة واقعدت اناعكش كده لقيت بصلاية حلوة كبيرة وزي العسل جبت كمان حبيتين من البطاطس حجمهم متوسط المهم انا لميت الدنيا كلها جبت كمان كده واحديتين من الطماطي زبطت كل حاجة طب انت جايبها الفلفل الرومي بتاعي هتعملي بي ايه هو انت هتعملي عدس بالفلفل الرومي ولا ايه لا 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 ازبري بس علي وهتعرفي كل حاجة اقشر بس الجزر لاني هستكده اللي هو خلاص بقى ايه هيتبل وهيبوز مني وحرم طبعا حاجة بوز لو انت مش هتستخدميه في اكل اليوم ممكن تشليه في الفريزر ممكن تعملي بيه مربط الجزر للناس اللي سألتلي على مربط البرتقان هنعملها مع بعض ان شاء الله انا مش ناسية بس للأسف البرتقان اللي كان متوفر عندي الولاد بسم الله ما شاء الله كله فمستنية لمنزل اجيب تاني وان شاء الله نعملها مع بعض ونعمل احلام ربا تقريبا انا كنت عاملها قبل كده معاكم لو انت عايزها ضروري قوي اكتبيلي في الكومنتات وابقى سيبلك اللينك بتاع الحلقة او الطريقة يعني في الكومنت بتاعك واتفرجع الطريقة عبل ما انا عاملها باذن الله تاني بس بقى اشرت الجزر بتاعي طبعا عايز اقولك اللي القشرة بتنجز جدا 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 وما بتهضرش كتير جدا ولا في القشرة بتاع الخضور فالموضوع بتاع القشرة دي حلو يعني كنت جايبة بصلاية كبيرة فحستها كده اللي هي لا مش كبيرة قوي فجبت واحدة تاني طبعا بقى العطس وفوايد العطس مش قادر اقولك انا عارفة اللي انت بتعاني كده من كذا حد في البيت عندك اللي ما بيحبوش العطس صح ولا لا يعني ما بيتفقوش عليه لقيت حد بيحبو تلاقي حد تاني ما بيحبوش والموضوع بالنسبالك بيبقى محيل طب انا هعمل اكل ايه طب انا مش عارفة ايه والكلام دوت بصي اليوم بتاع العطس ده خليه اللي مش بيحب العطس يضرب اي حاجة تانية اكل بقى بيت اكل من الفريزر كده تكاوي على طول حاجات زي كده يعني انا كهبة بعمل كده المهم غسلت العطس ويضبطه وخليته كده 100 مية وكمان غسلت الخضار اللي انا قشرته معاكم ويضبطت كل حاجة وبدأت بقى لانا قطع البطاطس والبصل والجزر والطماطم واحط كله مع بعضه واحط بقى على النار ونشوف هنعمل ايه طبعا اكلة العطس حلوة جدا بالذات بقى لما ايه معاكي بقى كده رغيف عيش محمص وشوية شطة بقى وبصلايا كده خضراء او بصلايا صغيرة متقطعة اربع تربع وانسي كل حاجة خالص يعني ما تفتكرش حاجة ولا اي اندهيش جبت كده كتعة من الطوم يعني بمعدل كم فص يعني وحطيت بقى المية وهسيبها بقى على النور تاخد اول غلوة وبعد كده بقى حط عليها التوابل طب هنعمل ايه بقى في الوقت دوت بص انا جبت معايا بقى ايه شوية رز هنا غسلتهم نص كباية من الرز انت هتعملي ايه هنعمل رز بلبن حاجة كده تستاهل بقك قلت بقى بما اني عامل عطس ففرحهم بقى بحاجة حلوة كده تزبط لهم الدنيا وتعدل لهم مزاجهم كده والدنيا تبقى تمام حطيت نص كباية الرز بقى غسلتها كويس جدا وحطيتها في الحلة وحطيت عليها بقى تلك كباية من المية وهسيبها على نور هادية جدا لان المية اللي هتنزل منها مش عايزاها تفور على البوتاجاز انا عايزاها معاي عشان دي اللي هتقل كده الرز بلبن وتخليه جامد كده وزي العسل اقولك دلوقتي طريقتي في الرز بلبن ولو جربتيها والله هتبقى هي دي طريقتك على طول حاجة كده تستاهل بقك عندي بقى هنا يا اختي كده الشنطة الجميلة ديت بتاعت القلقاس كنت جايبها من السوق وكل شوية اشيلها من عند طرابست السفرة احطها جنب الغسل اخدها من جنب الغسل احطها على باب المطبخ اخدها من على باب المطبخ احطها جنب التلاجة كل شوية وانا بكنس الشقة يعني فقلت لا ما بيدهاش بقى انا هستنى يعني لما القلقاس يبوص في الشنطة وبقعدة كده حط قدية على خد ورمي الكمية دي كلها وانا محتاجها لأ طبعا ماينفعش يرديك كده ينفع كده طب اعمل انا ايه بخدت الشنطة معايا وبدأت اللي انا اقطعه وقشره بالشكل دوت عشان هنفرزه هتفرزه القاس دا لسه بدرق ما انا مش بفرزه للسنة الجاية او بفرزه دي التفرزات بتاعت السنة لأ انا بفرزه للاستهلاك الشهر بتاعي مش اكتر من كده لكن لو ماستخدمتهوش طبعا بشيله يعني مافيش حاجة بتتخصر ولا حاجة بتتريمي يعني الحمد لله المهم اقطعت بقى الكمية كلها بالشكل اللي انت شايفاه ديت اه دوت وبعد كده بدأت بقى لأنا ايه اقشرها لما بتقطعيها كده بيبقى سهل عليك التأشير بسرعة وما بتاخدش وقت خالص اما لما بتمسكيها باديكي وتعودي بقى تقشري واحدة واحدة الموضوع بصراحة بحسه اللي هو متعب جدا وما بتعرفش تتحكمي فيها وممكن خدت الشنطة بتاعتي كده زي ما هي رميتها في البسكت طبعا الشنط والاكياس لما بحطوها على الرخامة كده بحس اللي هي بتنجز معايا والموضوع بيبقى تمام وزي العسل هقطع بقى الكمية بتاعتي كلها كده مكعبات وبعد كده بقى ايه ننقعو شوية في شوية مية واسيبوا منقوع كده قد ساعة وبعد كده بقى ايه اخسله على روائق وبعد ما اخسله اروح مع بياعلى طول في اكياس طبعا انتو شفتوا الطريقة بتاعتي بس عايزة كده اخد رأيكم في كذا حاجة ايه رأيكم نبدأ تفرزات لرمضان اول مع بداية السنة الجديدة يعني اول شهر واحد ولا نستنى شوية ولا انتو ايه رأيكم لو انتو عايزين حاجات من النوع ده وتكتبولي في الكومنتات ونبدأ على طول مع بعض ان شاء الله طبعا احنا بدنا اول حاجة التحويش في الحصالة صح اي نعم اضحك علينا الشهر اللي فات لكن احنا لسه مستمريين وعدنا تاني التحويش والدنيا تمام اكد انتو فاهميني يعني اللي امتبعني كل يوم اكد بيبقى عارف انا بتكلم عن ايه اول حاجة ابتدينا بيها هي الحصالة ايه رأيكم نبدأ بالخضار ولا نبدأ بالفكهة ولا نستنى شوية عشان لسه بدري ولا انتم رأيكم ايه بالزبط وطبعا ما تنسيش احنا لما بدينا بالحصالة بدينا كمان اللي احنا بنشيل كذا منتج كده من اللي احنا بنجيبه خزين الشهر يعني زي زيت زيت شليها على جنبك السرزك السكر الحاجات اللي انت عارفاه طبعا احنا بددينا الموضوع دوت من شهر عشرة صح يعني معنا كده اللي انت محوشها شيء وشويات ايه محوشها ولا مش محوشها هنشوف كل حاجة لو انتم بقى حابين الموضوع قولولي في الكومنتات ابدايا هيبا وانا هبدأ على طول ان شاء الله بص دلوقتي بقى عندي شوية مواعين انا طبعا اسفة على صوتي مش عارفة صوتي تقريبا البرد مؤثر علي ولا ايه لكن بحاول على قد مقدر اللي انا ازبط الدنيا لكن الحمد لله على كل حال يعني عمرو ما ربنا جاب لنا حاجة وحشة ابدا المهم عندي شوية مواعين يلا بينا نخسلهم بسرعة بسرعة ومش هياخدوا منينا وقت خالص وطبعا طول ما احنا وقفين بنخسل المواعين بتدأي وتستغفاري وتحميزي ربنا على كل حاجة ربنا بيدهن عمرو ما ربنا ادانا حاجة وحشة ابدا احمدي ربنا طول الوقت والدنيا تبقى عندك تمام وزي الفل ان شاء الله ان شاء الله تحاول كل اللي نفسكه فيه قولي امين يا رب العالمين خلصت المواعين بسرعة بسرعة وما خدتش مني وقت فضل بس طبق واحد وخلص على كده شفتي بقى شفتي الموضوع مفيش ازهل منه ازاي كل دوت والعدس طبعا على النار والرز كمان على النار شكلك نسيتيهم شكلك نسيتيهم يا نصة ولا ايه نسيتيهم صاح لا 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 مركزة يا هيبة ايوا كده عايزك يمركزة معايا على طول المهم بقى ربنا يهدينا ويهدي اولادنا ويبارك فيهم ويرزقنا رزق حلال وراحت البال والصحة والسطر اللهم امين يا رب العالمين ربنا يرزق كل مشتاق بالزرية الصالحة ويشفي مرضانا ويرحم اموتنا قولي امين يا رب العالمين الدنيا بقت تمامه زي الفل يعني عايز اقولك كده الحقود بينور طول ما هو مفيش مواعين طول ما انا ايه بابقى فرحانة كده ومزقططة والدنيا عندي تمامه زي العسل في مواعين تحس بقى اللي انا مكتئبة والدنيا بقيت عندي ايه مش هادر اقولك يعني حسن اللي فيه هم فوق راسي طب الهم دوت هيمشي ازاي انا مش عارفة المهم يا اختي بقى عايز اقولك على حاجة الساعة عاملة معايا ايه عاملة معايا في خدودي يعني اصلا اللي هي خدودي يعني مخلية خدودي حمرة قوي ومزنهرة مش عارفة اعمل فيها ايه يعني سخنة يعني جسمي كله سائع وامتلجة ورجلي كمان ساعة قوي لكن خدودي سخنة انا مش عارفة هو ده مرض جالي ولا ايه انا مش مهمة اي حاجة اي حاجة حد يرد علي بالله عليكم يعني لدرجة اللي انا رحت جبت تلجاية من الفريزر وقعدت امشيها كده عندي خدودي لاني الموضوع صعب قوي يعني مش عارفة احل الموضوع ده زي حد حصل معاه كده قبل كده ولا انا بس ولا ايه بالزبط كل اللي شوفني يفتكر اللي انا عندي حساسية فمش عارف احل الموضوع دوت ازاي يعني مش عارف انا حكت لكم طبعا لان انا عارفة اللي انتو هتتحكوا علي دلوقتي لان انا بتحك على نفسي بصراحة يعني ايدي امتلجة ورجلي امتلجة ولبسة شراب طيب هنا سخني ليه المكان ده سخني ليه مش عارف معلنا يعني يا اختي انا مش عارفة اللي باشكلك همي بس انا بحب اللي انا اشكلكم كل حاجة موضوع زد عن حد وقوي فقلت لأ ما بتدهاش بقى يعني استشير حد يمكن حد كده ياخد اخد بكلامه كده او يحصل حاجة او يمكن في حاجة وانا مش حاسة في حاجة في الجو ولا حاجة مع ان الدنيا سقعة اسألهم في البيت لا احنا عادي تمام احط ايديا كده على وش العيال العيال والشهم سائع انا اللي وشي احمر وسخن قوي طب السخنية دي جالها منين وقرتي طيب سخنة لأ سقعة برضو طب ايه اللي حصل يعني ما علينا المهم يعني سيبك من اي حاجة هيبا بتقولها المهم حط بعد ما غسلت المعين والدنيا بقت عندي تمام حطيت بقى لقل اس كده في شوية مية هسيبه منقوع كده لمدة ساعة وبعد كده خسله نيجي بقى للفلفل الفلفل ده هقطعه بالشكل دوت ويروح مع بياف الأكياس وشيله على طول على الفريزة رجعت تاني عشان ابص على العدس لقيته تسبك معايا او استوى يعتبر دخل في السوا هحط له التوابل بتاعته اللي هي ايه بقى انا بحط ثلاث حاجات على العدس الملح والكمون ومعلقة صغيرة من الكركم او ممكن نص معلقة بس عايز اقولك بقى معلقة الكركم دي بتزبط اللون وكمان الكيمو الغذائية بتاعتها عالية قوي لو انت ما بتعملهاش ايه عامليها هتلاقي الموضوع اختلف معك ما بحطش بقى فلفل اسود على العدس انا بحب اللي انا احط كمون وملح والكركم بس كده هسيبه بقى يعيش حياته تعالي معايا نشوف الرز بلبن بص كده شري بالمية كله وهبدأ بقى عندي بقى كده شوية لبن حلوين قد كيلو كده كيلو ربع فهبدأ اللي انا بقى ايه احط بقى اللبن بتاعي وهسيبه برضو ايه يعيش حياته طبعا هحط في الوقت دوت السكر السكر هنا حطيت بمعدل كده يعني عايز اقولك ما كملتش اقل من نصك ببيت سكر لكن بصراحة طلعت مزبوطة بالزبط يعني الحمد لله دايما الرز بلبن بيطلع معايا مزبوط والحمد لله ربنا بيبرك في كل حاجة عشان بعمله والله بالبركة حطيت بقى بعد ما حطيت السكر حطيت كمان كسين من الفانيليا كان عندي العلبة دي في التلاجة فيها القشطة بتاعت اللبن يعني مش مشترية قشطة من بره مخصوص ولا اي حاجة لقى هي فيها حوالي ثلاث معالق كده من الاشطة فزا احمالي التلاجة على الفوضي كانت مليانة وخلصت يعني بالهنة والشفة هقلب بقى كله مع بعضه بالشكل دوت وبعد كده بقى ايه التكاية بقى لانا ايه بدأت اللي انا احطها انا الاول ما كنتش بحطها لكن لما بدأت اللي انا احطها الطعم تحسن وبقى طعمه احلى واحلى مع ان الاول كان طعمه بيبقى حلو اوي لكن الطعم ايه خدست عالي كده عارفين الحاجة لما بتعالي التست فيها كده وبتحس بقى بالطعم احلى واحلى اه هو ده اللي انت حطتي ده حطيت معلقتين من كريم الجانتي كان اخر معلقتين عندي حطيتهم وهنا حطيت حوالي معلقتين من اللبن البودر اللبن البودر ده سايب انا بجيبه سايب بيبقى حلو او انت ممكن تجيبه من اي عطار جنبك اه ربع كيلو او طمني كيلو هيقعدوا عندك فترة طويلة يعني في علبة بس تكون العلبة محكمة الغلق كده المهم بعد محطيت بقى اللبن البودر قلبت كله مع بعضه انا كنت من البداية مخليه نص كباية لبن اه في الكنكة او في اللبانة يعني علشان خاطر هعملها بالنشا محطيتش بقى طبعا اللبن كله عشان محطتش مياه انا عايزة كله لبن كده ببعضه نص كباية المياه حطيت عليها اه حوالي تلات معالق من النشا الزغيرة قلبت بقى النشا مع اللبن وطبعا اللبن عشان سائع فانا حطيت علي النشا اهم حاجة اللبن او المياه اللي انت هتقلبي فيه النشا تبقى حاجة سائعة ما تبقى السخنة عشان ما يتلكعش منك وبعد كده حطيت بقى كباية النشا اللي انا قلبتها على اللبن وهسيبه بقى كده على النور شوية لحد ما ياخد غلوتين ويبدأ اللي هو يغلي معي واروح شايله بقى منع النور انا طبعا قفلت الكاميرا عقبال ما يغلي معي اهم حاجة اللي النشا تستوي طول ما النشا مستوية طول ما هتاكل احلى رز بلبن طعم وحكاية حضرت بقى الكبايات بتاعتي الاطباق معلش اسفى اسفى قلتلكم اللي انا مهيسة كده شويتين تلاتة وموضوع خدودي دوت اللي مدياني قوي حاسة لانا سخنة جدا بس ما علينا يعني الحمد لله على كل حال حضرت الاطباق وبدأت بقى اللي انا اصب كده اوعب بيهم يعني اغرفهم على حسب ما انت ما بتقولي يعني الاطباق اللي هي المربعة دي حلوة قوي بتتحط كده جنب بعضيها شكل فيونكا كده حلوة بعد ما جدتهم كده انا جايبهم بقى لي كتير اصلا تقريبا السنة اللي فاتت او السنة اللي قابليها كمان اكتشفت بعد كده اللي هم عملوا منها اطباق فكهة واطباق جاتو شكلها بتبقى حلو قوي نفس الشكل بس طبعا مفروض يعني مربع برد بس كده بقى هعبي الاطباق كلها وبس كده خلاص يبقى الدنيا بقت عندي تمامه زي الفل والعطس طبعا على النار وعايز اقولك بقى اللي اخر شوية رز بلبن في الحلة دول اللي الموضوع بالنسبة لهم بقى بيكون حكاية هم دول اللي فيهم الخلاصة يعني هم دول اللي الدنيا ممكن ايه تتغير وتقوم وتقعد على شوية الرز بلبن اللي في الاعرية بتاعت الحلة دي او في الكوع بتاع الحلة فالموضوع دوت يعني ايه تقولي لحد اخدي ليكي انت ايه تستخسري في نفسك يا اختي او فاكرين زمان لما كان يعني نعمل رز بلبن كده وتعملي طبق كبير وممتك تقولك روح تديل جارتنا اللي تحتينا او جارتنا اللي فقينا او اللي في الشقة اللي جنبينا كان يحسس حلو قوي دلوقتي ما فيش الكلام ده الحمد لله على كل حال يعني بنحاول نصبر نفسينا او نفكر نفسينا او نفرح نفسينا بالذكريات بتاعت زمان الجميل اي نعم احنا مش كبار قوي ولا عواجيز ولا اه العمر بيجري بينا بس هي الحاجات دي انكردت اصلا دلوقتي انا عارفة اللي في ناس كبيرة بتتفرج علي ربنا يديها الصحة وتلط العمر اللهم امين يا رب العالمين بص دلوقتي بعد ما خلصت بقى الرز بلبن هتخش بقى على العدس العدس جبت الهند بلندر شايفة 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 انا حتى قدية فين حتى قدية على الحالة بقى كده وايه وعاش حياتي يعني سندة في مزاج احلى من كده يعني بتعملي الاكل بمزاج رايق قوي وطولك بال وصبر كده يعني الحمد لله طول ما بتخش المطبخ بدر شوية طول ما الدنيا هتبقى عندك تمام وزي العسل مفيش صربعة مفيش اي حاجة اي نعم عايز اقولك اللي انا ساعات بتصربعة وبخش المطبخ متأخرة شويتين 13 بس برضو بانجس كل حاجة الحمد لله بعد ما ضربت بقى العدس بتاعي بالهند بلندر طبعا انا مش هصفيه هو كده الدنيا تمام دقته لقيته الملح بتاعه مزبوط لو كان دلع كنت زودت شوية ملح ولعت عليه بقى النار وسيبته كده ياخد بقى غلوة في التانية بقى عبال ما حمر بقى شوية الشعرية بص دلوقتي انا حمر شوية الشعرية بسرعة بسرعة مش هياخدوا مني وقت ان شاء الله حطت بقى التصص صغيرة ديت على النار وحطت فيها معلقة من السمنة وابدأ اللي انا حط شوية الشعرية وحمرهم بقى والدنيا هتبقى عندي تمام ان شاء الله وزي الفل هي بقيت تمام الحمد لله طول ما انت متفقلة وطول ما انت كده رمية حملك على ربنا رمية كل حاجة على ربنا هتلاقي الدنيا بقيت عندي تمام وزي الفل يعني هحمرهم بقى بسرعة بسرعة ومش هياخدوا مني وقت خالص ان شاء الله طبعا العتس دلوقات اخذ غلوتين كده فروح تطفيت ..بقى عنو نور وبعد كده هحط على النور يعني هولى علي النورتين لما انزل بالشعرية أنا طبعا الشعرية اللي انا حطها هحطها الشعرية مستوية لان انا بسويها قبل ما بحطها في العتس لان ما بستحط في العتس بتشرب كل السوايل الي محدودة يد узнаю كل السوايل اللي بتبقى في العدس فالموضوع بيبقى شكله مش حلو في النهية بتلاقي العدس تقل كده والموضوع ما بقى شحل فسويها في شوية مية والدنيا تبقى تمام بصي بقى أنا بحافز على أخطوئي وبتعلم منها وبمشي ورا كل كلمة انتوا بتقول هيل شلت التصمنا على النار وراحت حتى المية شفتي بقى في حاجة أحسن من كده بسمعي الكلام ولا ما بسمعش اكتبيوا لي في الكومنتات بتسمعي هيب هنا خلاص بقى قلت عبالما الشعرية تستوي يكون زواءنا الرز بلبن بتاعنا زواءت كده كم طبق وسبت الباقي عشان الولاد مش بيحبوا عليه حاجة يعني ما بيحبوش جسد الهند والكلام ده بيحبوا بمزاجهم لكن انت تجبريهم على حاجة هم مش عايزينها هيتخروهم كده ويأكلوا الطبق الرز بلبن ويسيبوا لك المكسرات والزبيب وجسد الهند في الطبق زيهم ولا أكني أعملوا أي حاجة ولا أي اندهاش يأخذي ولين تعب نفسينا سيب لهم الأطبق زي ما هي كده من غير أي حاجة يعني أنا بتكلم بصفة عامة لإن عارفة وليه دي زي ولكم نفس التفكير ونفس العقلية ونفس الجيل ونفس كل حاجة ربنا يهديهم يا رب بص دلوقتي كانت الشعرية خلاص تحمرت معايا كانت استوت مش تحمرت استوت معايا ولعت على العدس شوية ويهي هسيبهم بقى كلهم كده ياخدوا مع بعض ياخدوا يدوا مع بعض بشكل ويدي أيوة كده اكتب لي بقى تحت في الكومنتات عملت أكلي النهاردة لإني بصراحة محتارة أنا لحد دلوقتي ما عملتش المحشي سمعت كلامك هوا لقيت فيه إجماع في الكومنتات كذا حد لا ياهي بخلي المحشي يوم الجمعة لا ياهي بخلي المحشي يوم الخميس من العناية للتنين سمعت كلامكم وما عملتش محشي خالص عملت العدسة هوا يعني ما فيش أحلى من كده ماشى بكلامكم كل حاجة بتقولوا لي بسمع كلامكم فيها كلامكم فيها أيوة كده الساعات بيخرج من البق كلام كده الحروف راحة في حتة دهية راحة في حتة تانية فالموضوع بيبقى صعب قوي يعني حطيت كده شوية من التوم حطيت عليهم معلقة من السمنة وروحت مقلبهم بقى كده مع بعض وقبل ما التوم يتحمر معايا هروح نزل على العدس بس كده خلاص وكده الأكل بتاعنا خلص النهاردة شفتي بقى مخدش مننا وقت يلا بقى أخذي فكرة ونفيذيها بكرة أديني بقى أقولك فكرة حلوة اعملي بقى أنت العدس بقى يوم الخميس بكرة إن شاء الله ويوم الجمعة عمللهم أكلة حلوة إن شاء الله بإذن الله لميهم كده حواليك وخليهم يعودوا كلهم مع بعض يكلوا إحساس بيبقى حلوة أو لو حد بيرجع من الشغل متأخر استنوا برضو أو ورا دروس ورا جامعة ورا مدراسة استني الولاد وخليهم كلهم يعودوا مع بعض على الصفرع الطابلية في الأرض كلنا ناكل في طبق واحد يشاركوا الموضوع إحساس بيبقى حلوة أوي إحساس الجو الأسري دوت لأن هي ديت الزكريات اللي هيعيشوا عليها لما يجبروا ويتجاوزوا ويحكوها لولادهم حاجات بتبقى جميلة أو زي ما احنا دلوقتي عايشين على الزكريات بتاعت زمان بس كده خلاص ده كان الغدى بتاعي النهاردة فرصت طبعا الفلفل الألوان عبته في الأكياس كده حطيت كده كل شوية لوحديهم في كيس عشان يبقى سهل علي وجبت بقى عايش بقى جاي من الفرن طازة وغرفت العدس وبس كده خلاص ده كان الروتين بتاعي النهاردة بحبكم في اللي يا أحلى وقاط يا بخوات ما تنسيش تحطي اللايك والسلام عليكم